اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى كلاتنبرج وتجربة كلاتنبرج تجربة مهمة جداً وتجربة رائعة رئيس لجنة الحكام يطلع يحلل الأخطاء التحكمية بتاعت الإسبوع كلها بتاعت يعني أغلب اللقطات الهمة على الفيديو على صفحة الاتحادر الكورة أعتقد أنها حاجة مهمة كمان إن احنا أول مرة نسمع صوت الحكام وهم بيتكلموا مع بعض في الفار ياريت دي كانت بتحصل من أول السنة كانت هتفرق معانا كتير لأن أولاً بتخط الحكام تحت ضغط ضغط مهم جداً إن أنا لازم أرجع اللعبة وإن بتقلل الأخطاء التحكمية والحاجة الثانية بتبين المخطئ مين النهاردة لما يبقى مثلاً الحكم الساحة شايف إن اللعبة دي مش ضربة جزاء وحكم الفار نداله قال له تعالى شوفها والحكم ما رحش شافها إذن بتبين كمان من المتعمد في الخطأ سواء إذا كان حكم الفار ولا حكم الساحة هنقدر بقى ساعتها لما بنحسب الأخطاء التحكمية نبقى عارفين إن حكم الفار ده مثلاً هو كل مرة اللي ما بيروحش يقول له مثلاً غير إن هي بتكشف الأخطاء التحكمية كلها بتبين إذا كان ده فعلاً خطأ مقصود ولا خطأ مش مش مقصود خطأ متعمد ولا مش خطأ متعمد هتقلل الأخطاء التحكمية تماماً كمان الحكام بتاعتنا تستفاد من خبير أجنبي أو من رجل تحكيم خبير تحكيمي أجنبي يقدر يحل الحالات التحكمية كلها الموجودة والأخطاء أعتقد أن هي تجربة لازم تستمر تجربة مهمة جداً تم تجربتها في الأسبوع الأخير من الدوري نتمنى أن هي تحصل من أول أسبوع في الدوري السنة الجاية لأنها هتفرق كتير جداً وحكامنا هيتطوروا وهتقلل الأخطاء التحكمية اللي عانى منها النادي الأهلي في الدوري آخر سنتين سواء الموسم ده أو الموسم الفات شفنا أخطاء تحكمية كتير أحضرت نقاط كتير يعني الموسم ده تقريباً 15 نقطة 14 نقطة والسنة اللي قبلها 15 بعد الـ 14 بطلت أحسن 14 والسنة اللي فاتت 15 يعني 29 نقطة ضيعين من النادي الأهلي بسبب أخطاء تحكمية في آخر الموسمين فرقم كبير يعني كريم طبعاً التجربة اللي عملها كليتنبرغ بعض ممكن يشوفها يقول لي مثلاً إيه كابتن عزام عبد الفتاح كان بيطلع في مدخلات هاتفية وتلفونية مع البرامج التلفزيونية بعد كل مباراة يكون فيها حالة جدلية وبيحلل إيه الفرق؟ يعني إيه الجديد؟ لا الجديد إنه أمر مختلف إن كليتنبرغ عمل سنة كويسة جداً هو إنه بدأ يختار في الأسبوع أكتر خمس حالات جدلية وبيعقب عليهم بفعل أسلوب وطريقته محيدة تماماً في عرض ألعاب كلها حتى الناس اللي شافوا الخمس ألعاب ربما واحد لما شفناهم لايف كان قراءنا فيهم ممكن تلقى مختلفة عن ما نسمع كليتنبرغ لما هو أعلق عليه كليتنبرغ كمان بصراحة وهو بيعقب ألعاب فعلاً قدم حجج قانونية بتأكد لنا إنه هو مثلاً إيه؟ قراره صح يعني كلمته صح يعني هو قال حاجة من القانون بتؤكد إن كلامه يؤيد قرار الحاكم يؤيد طبعاً في الخمس حالات بصراحة أيد الخمس قربته الحكام سواء الفار أو حتى حاكم الساحب وبالتالي هل حنلاقي بقى حاجات تانية لا نقطة مهمة أهم نقطة اللي أنا حسيتها بصراحة بسكرة إسلام مصر الحكام بصراحة مش في الكرة بس في كل اللعاب ساعات اللعاب نفسه البروفايل بتاعه بيفرق في قرار الحاكم بمعنى إيه؟ مثلاً لو لاعب زوء قوي ولاعب مؤدب 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 وعمل فاول يصحك الطرد ممكن حاجة ما تدوش يكتفي بإنظار كانوا بيتردوني والله وبعدين إيه؟ أنا كان إيه؟ ليجي يجري فيجري من قدامي كده يغبط رجليه ويبقى دايماً للإنظار التاني فيديني الإنظار التاني ويقول لي معلش إسلام والله بس أعمل ممكن بعض الأمور العاطشية معلش إسلام والله يعني الراجل بعد ما بيديني الطرد يعني يعني إحنا أصدقاء بره الملعب فبيقول لي إسلام يعني معلش يعني عادي إنت لازم تاخد الإنظار أو الكارت التاني عشان بس معلش الكرام بنتعرف يأخدوه يحطه عليه في البيتين لكن وجود تلاتنبرج النهاردة أعتقد نه يحل حاجة كثيرة جداً عند الحكام فيما يخص التعامل مع المباراة إنت راجل نازل تنفذ القانون القانون ده ولا فيه عاطفة ولا فيه احتواء ولا فيه إنه تاخد بالك من فلان ولا تاخد بالك من علان أستتصور مع ترتان مش عارف مين لا مفيش كلم ده خاض إنت هتنزل تنفذ القانون زي ما تقال وهنيجي لو أنت النهاردة غلط تلاتنبرج هيتلعك على المسرح في الفيديو اللي هيتم نشره على السوشيال ميديا بتاعت اتحاد الكورة ليه؟ هيبقى خطأ فادع منك ولا يطلع رئيس الحكام يقول يا جماعة لا ده غلط مننا وإن شاء الله مش هيتكرر فبالتالي مهمة قوي قوي بصراحة اللي عاملوا كلاتنبرج ده وتحليله للأداء وتحليله فين بقى يا كابت إسلام على صفحة الاتحاد الرسمية ما طلعش في مداخل الهاتفية ما طلعش ضيف لا هو طالع جزء من شغله واعتقد الأمور مختلفة طبعا خيرا الاتحاد الإنجليزي أو لجلة الحكام في الاتحاد الإنجليزي أقرت وهي في مباراة تشيلسي على ما أتذكر الأخيرة أقرت أن هناك خطأ في مباراة تشيلسي الأخيرة مش فاكر ضد من فلهم تقريبا تشيلسي كان بلاعب فلهم تقريبا يعني المهم المباراة الأخيرة أقرت لجلة الحكام أن هناك خطأ في لعبة معينة ونزلت بيان وعملت وشكرت وقالت إحنا أسفين وبنتقى وبنعتذر عن القطع ده. هل ده ممكن نشوفه الأيام طبعا مع كلاتب برج أعتقد قال إن هو الأجنبي. مش بس لا أنا بأتكلم عشان الكابتن عصام عبدالفتاح عندما كان رئيسا للجنة الحكام كان بيدافع عن الحكام فقط لديه. يدفع أنا عاد أول حاجة إحنا إحنا لو تفتكر طبعا كنا تاني معيش حقنا يعني إحنا نعيد ونكررها تاني إن قناتنا للأهلي كنا من أول وسائل الإعلام لطالبنا بتعيين ويستجل الحكام أجنبي. طبعا وقلنا سأدها لما التعين حذرنا من حاجة هتحصل هجمة على الراجل عشان التجربة دي ما تنجحش. وبالفعل أنا والله يوميا بسمع تصريحات لمسؤولين داخل التحاج. كلياتنبرج مش هديف حاجة وما كانش ينفع نجيب واحد فاشل جاي مش عارف منين مسؤولين فتاني الراجل غاد دلوقتي مش هجل جويس وأعتقد كل ما هيمشوا هيلاقي يعني مساندة وهيلاقي إن الناس فعلا كله هيزكت. عايز ننجح? لأ هينفذ حاجة بتقوله ده. لو فيه غلطة هيتطلع يقول أيوة إحنا عندنا خطأ والحكم ده كذا غلط في كذا كذا وحب نعتذر وهنلاقي إن الحكم ده مش بيحكم ماتش في الأسبوع اللي وراء. مش يطلع بعد لا مش يسحدي اعتذر. أصل والله إحنا ما نقدرش نعلن عن العقوبات عشان مش عارف إيه. ويحاسسونا لابس هو قال إن هو مش هيعلن عن العقوبات. هو قال لك ما فيش حد بلد في العالم هيعلن بيعلن عقوبات. ولكن الناس حتتفهم الأمر من خلال عدم وجوده في الأسبوع التالي. ما أنا لما اعتذر؟ أنا نهارد لما اعتذر عن وجود خطأ. ايوة أنا استفدت إيه برضو؟ ما عليش نتزعلش مني عم كريم. أنا رجل أنا بلعب في نادي الأهلي دقات. أولا نادي الأهلي أنا مشجع لنادي الأهلي. استفدت إيه لما الحكم يطلع يقول لنا آسف. الاربعتاشر نقطة بتوع الموسم التاني. ما كانوش خديعه زي الخمشهر نقطة بتوع أسبوع الموسم من قبل. اهيوة مش بس عادة يعني عادة من الثلاث نقطة. بس أحسن من الموسم الموضة يا كبه الإسلام. أحسن وكل حاجة ولكن الثلاث نقطة دول ممكن يخسرون إحنا عايزين عايزين جزء. عايزين اهو. ما مش منبرر خسارة الدوري كلها لأهلنا التحكيم. لا احنا مش من نوع ده. لكن في عامل التحكيم بكل أمانة. الأخطاء اللي احنا شفناها في آخر موسمين. أخطاء فادحة. ما ندر أهل يا ما خسر دوريات وعادي. ما مش أول مرة. ولا آخر مرة. ولكن الأخطاء اللي احنا شفناها في آخر موسمين. تكاد تصل لدرجة التعمد. كل أمانة. جون زي مطش بتطراع الجيش. تعموسم يفدأ مش ممكن. كرة تحت حمد عبد. حمد فتحي في أمير عبد في حمد فتح. لا. ما تكلم على كرة يعني. تحط إيدك في جيبك تطلع الكارت الأحمر وتقول له أحمر فضل. وبعد كده تشوف هتعمل ايه. بالزبط. ما حصلتش. أنا أعتقد هذه النوعية. أتمنى طبعا بصدر شخصي. أنها مش هتحصل في حقبة كلاتنبرج. وأتمنى والله 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 من موضوع أهلي ولا زمادي. أتمنى من جميع وسائل الإعلام أنها تحمي كلاتنبرج مع بداية الموسم جديد. عموما خليدا نشوف إلي سيحصل خلال الفترة القادمة. أنا أشكرك جدا أحمد على وجودك معنا. شكرا جزيلا جزيلا. شكرا جزيلا. أنا أشكر حضراتكو شكرا جزيلا. غدا حلقة جديدة من البيت الكبير. شكرا جزيلا.